اهلا بكم في الحصة المغاربية ملفنا الاول من ليبيا اذ ثوالت ردود الفعل الغاضبة على تصريحات المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي والتي اعرب فيها عن رفضه تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد واتهامه لمن يسعون الى تشكيلها برغبتهم في تقاسم ما سماها الكعكة السياسية مجلس النواب رئاسة المستشار عقيل صالح اعتبر في بيان رسمي ذلك الموقف من بتيلي تجاوزا من بتيلي لصلاحياته وان ولاية بعثة الامم المتحدة تقتصر على تقديم المشورة اذا طلب منها ذلك وتسهيل اجتماعات الاطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب كما اكد مجلس النواب ان وصف ما تم انجازه من توافق بينه وبين المجلس الاعلى للدولة بالعمل الاحادي وهذا الوصف الهباتيلي هو وصف مضلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسان لحلحلة الاشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية وشدد مجلس النواب على ان البعثة الاممية بموقفها المتحامل تتجاوز التوافق الليبي المهم والمطلوب لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات في هذه الفترة الصعبة وجدد مجلس النواب التأكيد على ان الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلسان نواب والاعلى للدولة ويجب احترام ما يتم التوافق عليه من قبل المجلسين واضاف مجلس النواب ايضا انه لا يحق للبعثة الاممية فرض الوصاية على الشعب الليبي او اقحام اطراف اخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي الى تعقيده بحسب البرلمان كما طالب المجلس الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن بالتأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحياته بصلاحيات منصبة وذلك لتسهيل الحوار الليبي الليبي وان لا يتجاوز هذه الصلاحيات وان يقدم مقترحات ايجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الاعلامية غير المسؤولة بحسب مجلس النواب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية أمسي طيبة لحضرتك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين يعني المسألة ينظر إليها بنظرة مزدوجة عندما نتحدث عن السيد باتيلي إذن أنا في تقديري بأنه ثمة ملاحظة عندما الآن تتكلم البعث على مرجعية الاتفاق السياسي وبأن المسألة تتعلق باتفاق المجلسين ها هما المجلسين قد اتفقا ومن ثم المسألة الآن تظهر بأن عبارة الحديث عن الملكية الوطنية والحل السياسي الليبي الليبي الذي تتحدث عنه البعثة الأممية الآن عندما نسلط عليه الضوء للمجهر من خلال الممارسات الفعلية يظهر بأن هذا المسألة غير دقيقة وأن البعثة الأممية يبدو أنها تعمل وفقا لإطار معين هي ترسمه الآن من خلال الدعف دفع بالأطراف الليبية في هذا الاتجاه أيضا عندما ينظر لزاوية الجسمين المتصارعين مجلس النواب ومجلس الدولة الآن أنا في تقديري بأن هموهما بالفعل هي مسألة إحداث تقاسم للسلطة والبقاء مع عدم وجود أي اتفاق حول القوانين الانتخابية الآن ومن ثم أصبحت الآن المسألة ينظر إليها من هاتين الزاويتين الآن الإشكالية الأخرى بأن عبدالله باتيري يبدو الآن أصبح في مأزق وفي عنق زجاجة كما يقولوا بسبب الإنقسام الدولي حول خطته لأول مرة هذا المبعوث الأمم الآن يجابه برفض صريح ومباشر لخطته فيما يتعلق ببلان بي من قبل بعض الأطراف يعني عندما نتحدث عن القاهرة بشكل صريح تحدثت عن موقفها وعن رفضها لتجاوز المجلسين موسكو أيضا بالإضافة إلى ذلك باريس لديها مواقف متحفظة الآن ومن ثم أصبح بتيلي الآن أمام انقسام دولي هذا الانقسام الدولي هو الذي عطل خطته بلان بي كان من المفترض أن بتيلي يعلن عن تجاوز المجلسين والذهاب بخطته في شهر ستة الماضي لكن يبدو أن الانقسام الدولي عطل خطته الآن نعم لكن سيد زيدان سيد زيدان لكن هل الشارع ليبي يثق فعلا في مجلسين نواب والأعلى للدولة هما يقولان بأنهما يريدان تشكيل حكومة جديدة للذهاب إلى الانتخابات لكن هل هناك ثقة لدى المواطن ليبي في هذين المجلسين بالفعل؟ وأيضا المواطن ليبي ليست لديه ثقة كبيرة في البعثة الأممية وإليه كما حصل في لجنة الخمسة وسبعين التي أفرزت حكومة عبد الحميدة بيبة والرشة التي تمت والبعثة الأممية في ذلك الوقت عندما كانت برئاسة ستيفني ويليامز استكلمت عن مسألة التحقيقات والإعلان عن التحقيقات وما الذي حصل الآن ومن ثم الشعب الليبي الآن لا يثق تماما في أعمال لجنتي المجلسين النواب والدولة وكذلك البعثة الأممية لأنها يدرك الأطراف الدولية التي وراءها أنا في تقدير الآن بأن يبدو أن الحلول لا بد أن تكون خارج الصندوق أستاذ نبيل الآن فكرة الحديث عن مسألة تركيز حكومة محلها طرابلس حتى لو أتيت بحكومات منتخبة واستبدلت حكومة عبد الحميد البيبة بحكومة أخرى لتتموقع وتتمركز في طرابلس في ظل هذه السيطرة الميليشيوية في ظل سيطرة المشروع لدولة فإن المسألة السيناريو سيتكرر أنا في تقديري الآن حتى لا تضيع البعثة الأممية والمجتمع الدولي أنا أعتقد بأننا أصبح من الضرورة بمكان التوجه باتجاه الدولة ذات المراكز المتحددة من خلال النظام الاتحادي الفيدرالي الآن أنا أعتقد بأن هذه النظرة هي التي ستحفظ وحدة الدولة الليبية هذه الفكرة سوف أعود إليك فيها أكثر بعد قليل لكن أنت تقول بأن حتى البعثة الأممية المواطنة الليبية لا يثق فيها كثيرا بسبب إجراءاتها السابقة لكن سيد سنوسي إسماعيل المبعوث الأممي الجديد عبد الله بتيلي قال أنا أتيت إلى هنا لست هنا من أجل محابات أي أحد وعلى القدر الليبيين الذهاب مباشرة إلى الانتخابات من أجل السلام والاستقرار أليس هذا بالفعل هو أقصر طريق لإجراء الانتخابات مثل ما يريد الليبيون والتخلص من كل الأجسام الموجودة حاليا والتي تجاوزت شرعياتها بسنوات؟ هم طبعا سيد ناميل بعد التحيي لك ولي ضيفك ولي كل سادة المشاهدين هو مفروغ مننا معروف بأن هناك تآكل الشرعية شرعية الأجسام المل ومؤسسات الدولة الليبية ولكن هذا لا يدعونا بطبيعة الحال أن نقبل أن يأتي السيد مبعوث أو رئيس البعثة الدولية لكي أولا هو يتحدث عن شيء ليس من صميم اختصاصه هو ليس عليه أن يلقي دروس في موضوع الانتخابات والديمقراطية ولكن هو عليه فقط اسمها بعتة الممتحدة للدعم في ليبيا عليه فقط أن يدعم الأطراف السياسية الليبية لكي تذهب في سبيل الانتخابات أما لقاء الدروس بهذا الشكل ومحاولة فرض أجدات حاول هو أساسا أن يفرضها في إحاطته قبل أشهر في مجلس الأمن وتجاهل التعديل الثالث عشر وطرح فكرة الفريق العالي لمستوى ولكنها لم تبقى قبول بطبيعة الحال لم تبقى قبولا لدى مجلس الأمن وربما حتى وبخ على هذا الاقتراح الغريب الذي يعني هو فيه تجاوز حتى الاتفاق السياسي الاتفاق السياسي فيه الفريق الحواري يجتمع في حالة وجود خارق الجسيم صحيح ولكن ليس بهذه الطريقة التي تتعادلنا سيد باتلي والتي تتجاهل الشرعية الموجودة هي شرعية متعاكلة شرعية ضعيفة صحيح الكل يريد التغيير في ليبيا ولكن هذا لا يدعونا إلى أن نتجاوز الواقع الموجود ونذهب إلى حلول عدمية يعني إسقار مجلسي النواب والدولة بدون أن تكون هناك انتخابات هذا معناه يعني ربما الدخول في مرحلة الفوضى والعودة إلى الاحتكام للسلاع وغير ذلك وأيضاً نعم لكن سيد السنوسي اسمعي هل تضمن أن تشكيل حكومة جديدة مثل ما يريد المجلسان بالفعل سوف يؤدي إلى جران انتخابات أم أنها مجرد يعني العوبة دعني أقول أو تلاعب جديد من قبل المجلسين للاستمرار في مكانهما هو لا نستطيع أن نسميه تلاعب لأن يعني تشكيل حكومة على أنقاض انقسام حكومي شرق وغرب هذا يعني شيء طبيعي أن نذهب إلى الانتخابات بحكومة واحدة فأي من الحكومتين تريد أن نسمح لها أن تشرف على الانتخابات حتى لو افترضنا وقلنا بأن حكومتين يشرفان على الانتخابات كلهم في مكانه هذا ربما يعني يكون في حالة انتخابات برلمانية فقط أما انتخابات رئاسية لا يمكن أن تنجح أو حتى أن تلقى اعتراف أو نتوقع لها أصلا أن يعتر بها جميع الأطراف إلا في وجود حكومة واحدة تمثل كل ليبيا وتعمل في كل مناطق ليبيا على قدم المساواة في كل اللحظة أعتقد بأن السيد باتيلي يعني أثبت على وشك هو الآن على وشك انتهاء مدته وبالتالي هو أثبت أنه لا يملك شيء ليس لديه أي مقترحات يعني ليس لديه قوة المقترحات التي كانت موجودة من قبل لدى المبغوثين الأمميين على درجات متفاوتة السيد غسل السلامة السيد ستيفاني السيد برناندين اليون الكل كان لديه ربما على الأقل مقترحات مقبولة تقبل أو لا تقبل هذا شيء آخر لكن السيد باتيلي كما يقال سكى تدهرنا ونطقة كفرا هو تحدث عن لجنة عائلة مستوى تحل محل الأجسام الموجودة وهذا حل غير منطقي يتجاوز الواقع يتجاوز يعني لنقل المسار الديمقراطي الذي يعني يتمنى جميع الإبيون نعم وبالتالي أعتقد بأن السيد باتيلي يعني هو الآن في حالة يرث لها وفي وضع لا يحسد عليه لكن سيد دفرج زيدان إن كان على سبيل المثال مجلس وحريص على إجراء الانتخابات من وراء هذا المقترح بتشكيل حكومة موحدة مع مجلس الدولة لماذا شكل بالأساس الحكومة الموجودة حاليا الحكومة الثانية التي توجد في شرق البلاد لماذا لم يبقي على حكومة الدبيبة بكل عيوبها وملاحظاته عليها لإجراء الانتخابات وتذليل العقبات الأخرى التي أبدتها المفوضية والاكتفاء بحكومة واحدة ألا تعتقد بأن مجلس النواب هو من عقد المشهد بتشكيل حكومة ثانية لا لا هو مجلس النواب لم يشكل حكومة ثانية بقدر ما تم استبعاد رأس الحكومة التركيز على رأس الحكومة فتح بشغة الذي تم عقد صفقة معه باعتباره الرجل القوي في غرب البلاد الذي سيضمن حكومة ستكون حكومة عبد الحميدة بيبة تمارس مهامها من طرابلس ستكون حكومة لكل الليبيين عندما فشل فتح بشغة وفشلت نظرية الرجل القوي الآن ومن ثم في نهاية الأمر تم إبعاد رأس الحكومة الحكومة بقت مثل ما هي رأس الحكومة ويبدو أن السيد فتح بشغة خرج من المشهد بهدوه لأنه مقر في قرارة نفسه بأن العهد الذي بناء عليه تم تكليفه كرئيس للحكومة لم يتحقق المسألة ليست مسألة برامج وليست مسألة كفاءة وإنما لهذه الجزئية تحديدا الآن دعنا نعود إلى مسألة المجلسين الآن الآن الجميع يدرك أن المسألة هي مسألة تقاسم سلطة وإجادة حكومة تنفيذية فقط لأكثر عدم توافق المجلسين لازال باقيا النقاط العالقة فيما يتعلق بمسألة الترشع العسكريين مزدوجي جنسية حتى ولو وقعت لجنة الستة زائد ستة لكن المسألة لم تمر عن طريق الرئاسة ونحن ندرك تماما بأن لجنة الستة زائد ستة تمثل رئاستي المجلس ولا تمثل حتى المجلسين بالشكل العام وحتى لو مررت لجنة الستة زائد ستة وصارت القوانين نهائية هل القوى في غرب البلاد الآن ستقبل بالانتخابات الرئاسية الآن وهل ستقبل بإزاحة عبد الحميدة بيبة المسألة أكبر من مسألة المجلسين الآن ومن ثم أنا في تقديري سنذهب إلى نوع من الفراغ والانتظار العدمي ولذلك أنا قلت أستاذ نبيل أن النظرة هي بالتغيير الاستراتيجي وإعادة النظرة من خارج الصندوق ليبيا ما عاد يمكن إدارتها من مركز في طرابلس الآن إذا كانت القوى الفاعلة في غرب البلاد لا تريد الانتخابات الرئاسية النظام الفيدرالي تحويل طرابلس إلى ولاية سياسية يضمن لهم اعتماد النظام الفيدرالي استنساخ تجربة لبنانية والتجربة العراقية في شرق البلاد كنظام دائم تقصد هنا سيد زيدالي كنظام حكم دائم لكن هذا إذن يتطلب أخذ مشورة الليبيين وهذا في حد ذات المشكلة لا 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 نتكلم الآن على فترة ولو بشكل مؤقت في ظل يعني فترة لأننا نحن الآن نتكلم أن المسألة في تقديري لن تحل حتى خلال عقد من الزمن قادم الآن في ظل وضع التأزيم الآن إلا إذا تغيرت المتغيرات يعني عندما نتحدث عن تفاهم مثلا مصري تركي تفاهم مصري تركي قد يؤدي إلى زحزحة في المسألة لكن هذه النقطة غير مضمونة أنا في تقديري أن حتى التقارب بين القاهرة وأنقرة في متعلق بالملف الليبي يبدو أنه تقارب اقتصادي في ظل حاجة البلدين إلى انتعاش الاقتصاد في هذين البلدين ولذلك أنا قلت الآن أن التحديات المسألة معاد مسألة تنظير هل تقبل النظام الفدرالي أو ترفضه؟ الواقع الدولي الذي يحكم طرابلس والواقع الأمني والواقع السياسي وحتى الاجتماعي الذي يحكم طرابلس الآن أصبح يفرض علينا نحن حتى لا نبقى أسرى في برقة وفي فزان مع هذا الاستقرار الآن أن لا نبقى أسرى لهذا الوضع في طرابلس ومن ثم القوة الفاعلة الآن في طرابلس لا تريد الانتخابات الرئاسية نحن نريد الانتخابات الرئاسية ومن ثم النظام الاتحادي الفدرالي يكفل للجميع الآن وهذا ما هو موجود في روسيا في الولايات المتحدة في السويس واضح تماما سيد فرج زيدان ردك سيد السنوسي لا يجب أن تبقى برقة وفزان أسرى لمجموعات وقوة موجودة في طرابلس لا تريد انتخابات رئاسية الأزمة ليست أزمة تشكيل حكومة جديدة وإنما حتى فيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية هو طبعا تحدي مسألة عدم موجود مؤسسة عسكرية موحدة في ليبيا وهذا هو الذي يدفعنا أكثر لنذهب إلى انتخابات تفرز حكومة وبرلمان أو لنقل لمجلس الأمة حسب المقترحة للجلس 666 ومن ثم نستطيع حنايا أن نرتب شؤون الدولة بطريقة ربما تكون مهنية مؤسستية لكن الواقع الحالي في اعتقادي برغم أن هناك بالفعل تشتت في المنطقة الغربية تشتت من الجمع النواحي من حيث الجانب السياسي أرى سياسية كثيرة هناك حكومة تشتغل وهناك معارضة لها سواء كانت على مستوى الشعبي أو كانت على مستوى الحزبي أو كانت على مستوى حتى التشكيلات المسلحة وهناك أخذ ورد في هذا الجانب صحيح أن هناك تحسن في عملية الاستقرار النسبي الذي تحقق بعد جينير لكن هذا الاستقرار طبعا مصحوب بمشاكل إدارية يعني في مسارة توزيع الثربة وفي مسارة الفساد إلى آخر هذا هو ما يجعلنا الحقيقة نذهب بالضرورة يعني بالضرورة إلى مسار انتخابي لأن بدون انتخابات في ليبيا سوف لن يكون هناك يعني مؤسسات قوية فاعلة تستطيع أن تحل كل هذه المشاكل يعني فلذلك هي المسألة دائما يعني تنحصر في هذا الجانب بجانب أننا لا نتحدث لا نتحدث هنا عن عن دولة يعني في حالة عادية لكي نختار نظام فدرالي أو غير فدرالي وإنما نتحدث عن دولة مأزومة فيها مشاكل كثيرة تدخلات دولية فيها انقشامات فيها يعني تشتت في الأراوة ونقل تشضي في مؤسسات الدولة هذا هو ما يدعونا ربما إلى أن نذهب إلى انتخابات لكي ننملم ننملم كل هذه يعني الجوانب الحقيقة التي زادت الشقة بينها شكرا لكم نعم شكرا لكم من طرابلس السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة ومن بنغازي فرج الزيدان الأكاديمي والبحث في العلوم السياسية شكرا لكم أساتنا المغاربية متواصلة فيها بعض الفاصل أزمة نقص الخبز تطفو على السطح من جديد في تونس هل ستصر الحكومة على موقفها باعتبار الأزمة مفتعلة اشتركوا في القناة